أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعده يوم الحسرة يوم الحسرة ويوم القيامة بعد أن بين الله تبارك وتعالى جزاء المتقين المطيعين لله تبارك وتعالى يبين وضع الكافرين وكيف أنهم يتحسرون على ضياع الحياة الدنيا من أيديهم ولم يغنموا فيها برضوان الله تبارك وتعالى يقول الله تبارك وتعالى قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العاد دين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين قال الله تبارك وتعالى المخلوقات يوم الحشر يوم القيامة عندما حشرهم جميعا في صعيد واحد كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العاد دين الوقفة في الآخرة طويلة جدا بالنسبة للحياة الدنيا حتى إنهم لا يرون أن الحياة الدنيا كأنها ساعة كأنهم لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها لأن يوم القيامة يوم طويل فالزمن بيد الله هو الذي حدد فيه الشهور والأيام والساعات وهو الذي يمسح هذه الشهور والأيام ليقف الناس وقفة طويلة جدا تعدل ألف سنة من أيامهم في الدنيا أو خمسين ألف سنة كما قال تعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها وقال سبحانه وتعالى إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وقال تعالى في يوم مقداره خمسين ألف سنة تصبر صبرا جميلا فالذي يقف بين يدي الله يوم القيامة ألف سنة هذا اليوم القصير بالنسبة للآخرة كم يرى الحياة الدنيا يرواها كأنها يوم أو بعض يوم فيندم ويتحسر أنها ضاعت منه فقضاها بطاعة غير الله ولم يطع الله ليحقق السعادة له في الدنيا ويحقق الفوز العظيم الخالد في جنة الخلد في الآخرة يقول تعالى بعد ذلك أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا قبل أن ننتقل إلى الآية التالية أخرج ابن أبي حاتم عن أيفأ ابن عبد الله الكلاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار قال يا أهل الجنة كم لبثتم في الأرض كم كثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قال الله تعالى لهم لنعمة ما اتجرتم به في يوم أو بعض يوم رحمتي ورضواني وجنتي أمكثوا فيها خالدي اتجرتم التجارة التي لا تبور كم تبثل فيها وكم تربح عمل يوم أو بعض يوم تربح رضوان الله وجنته والسعادة الأبدية خالدا فيها مخلدا هذا بالنسبة للمؤمنين ثم قال سبحانه وتعالى يا أهل النار كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قال فيقول لهم بئس ما اتجرتم في يوم أو بعض يوم ناري وسخطي امكثوا فيها خالدين أسأل الله العظيم العافية يا رب عافلة من نار جهنم وابعدنا عنها ووفقنا للعمل الصالح الذي نفوز به بسعادة الدنيا والآخرة ثم يقول سبحانه وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا العبث اللهو واللعب وضياع الوقت ذالي فائدة أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون هل ظننتم وقد خلقكم الله من ذوي العقول التي تفهم وتقدر وتعرف النتائج فهل ظننتم أن خلقناكم وليس في خلقنا لكم حكمة خلقناكم هكذا لهوا توحمتم أننا نلهو حاش لله أن يلهو وأيضا الآية فيها معنى توحمتم أننا خلقناكم عابثين كالحيوانات تلعبون وتتصرفون وليس لكم هدف وليس لكم مصير هل خلقكم الله لتعبثوا وتلعبوا كالبهائم؟ لا خلقكم الله وكرمكم لتتحرروا من العبودية لغيره وتطيعوه في مصالحكم فتتحقق سعادتكم في الدنيا فتفوزون بالآخرة لن تخلقوا عبثا لا إنما خلقتم لحكمة وهي العبادة قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ الحكم من خلقكم أنكم سترجعون إلى الله فيجازيكم على أعمالكم فمن كان عبدا لله مطيعا له حظي بالسعادة الأبدية ومن كان عبدا لغير الله من المخلوق بواسطة أو بغير واسطة فله التعاسة في الدنيا والعذاب الأبدية الدائمة في الآخرة والعياذ بالله تعالى الله لم يخلق الناس والمخلوقات عبثا إنما خلقهم وخلق لهم ما يصلحهم ورباهم ونماهم وميّن لهم طريق الصلاح وطريق الفساد حتى يتحرروا من العبودية لغير الله ويكونون عبيدا مطيعين لله سبحانه وتعالى فتعالى الله تعالى وتنزه عن أن يخلقكم عبثا بدون فائدة ولا هدث تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا تعالى الله الملك لكل الكائنات الملك ملكا حقا أما ملوك الأرض فهم ملكيتهم مؤقتة وكأنها وكالة من الله تبارك وتعالى يفتنهم فيها ويختبرهم أيطيعون الله في الناس أم يستعبدونهم فيكون مصيرهم النار أما الله فهو الملك الحقيقي لا إله إلا هو لا عبودية ولا طاعة ولا خضوع إلا له سبحانه وتعالى فهو الإله الحق هو رب العرش الكريم العرش أعظم مخلوق من مخلوقات الله ويحيط بالسماوات والأرض كالقبة كما أشار الرسول عليه الصلاة والسلام في يده قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وقال العرش فوق السماوات والأرض كهذا فتعالى الله وتبارك أن يخلق شيئا عبثا وهو الذي خلق العرش الذي هو سقف الكائنات كلها ومحيط بها ووصفه سبحانه وتعالى بأنه كريم أي حسن المظهر وحسن المظهر كما قال تعالى فأنبتنا فيها من كل زوج كريم أي من كل زوج من النباتات جميل حسن المظهر أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد من العاص قال كان آخر خطبة خطبها عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد أيها الناس إنكم لم تخلقوا عبثا أي لم تخلقوا للهو واللعب هكذا كالحيوانات لا الحيوانات لم تخلق أيضا عبثا خلقت مسخرة للإنسان لتخدمه فأنت يا إنسان خلقت وعطاك العقل لتميز وتختار فتختار طاعة الخالق وتترك طاعة المخلوق اعلموا أنكم لم تخلقوا عبثا ولن تتركوا سدا هكذا وإن لكم معادا يعني تعودون فيه لله سبحانه وتعالى وإن لكم معادا ينزل الله فيه للحكم بينكم والفصل بينكم فخاب وخسر وشقي عبد أخرجه الله من رحمته أي أبعده عن جنته وحرم جنة عرضها السماوات والأرض ألم تعلموا أنه لا يؤمن عذاب الله غدا إلا من حذر هذا اليوم وخافه الذي يقاف يوم القيامة ويستعد له ويحذر الله فيه فإنه يطيع الله وينجو يوم القيامة روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تبارك وتعالى من خافني في الدنيا أمينني يوم القيامة ومن أمينني في الدنيا خافني يوم القيامة وها هو عمر بن العبد العزيز رضي الله عنه ويقول لا يؤمن عذاب الله غدا يعني يوم القيامة إلا من حذر هذا اليوم وخافه وباع نافذا بباق نافذ يعني رايح بباق أي بجنة خالدة فيها خالدا فيها أبدا وقليلا بكثير باع قليل حياة الدنيا متعة قليل ليست في الآخرة إلا كالناس ويعات يوم أو بعض يوم باعها من أجد أن ينال الكثير في جنة العرض والسماوات والأرض خالدا فيها وباع نافذا بباق وقليلا بكثير وخوفا بأمان ألا ترون أنكم من أصلاب الهالكين وسيكون من بعدكم الباقين أيها الناس اسمعوا إلى ما يقوله عمار بن عبد العزيز هذا الخليفة الصالح أمير المؤمنين خامس الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم ألا ترون أنكم من أصلاب الهالكين نعم أين والدي هلك ونرجو أن يكون من أهل الجنة أين والدتي ووالدهما ووالد والدهما كلهم هلكوا ألا ترون أنكم من أصلاب الهالكين وسيكون من بعدكم الباقين سنهلك نحن وتهلكون أنتم ويكون أولادنا من شاء الله منهم أن يمد في عمرهم يكونون هم الباقون بعدنا حتى تردون إلى خير الوارثين من هو خير الوارثين؟ الله الله يرث الأرض ومن عليها وتردون إلى خير الوارثين ثم إنكم في كل يوم تشيعون غاديا ورائحا إلى الله عز وجل قد قضى نحبه كل يوم تسيرون وراء ميت تشيعونه يذهب ويروح إلى الله واحد أو اثنين أو ثلاثة في اليوم أوصى أحد الإخوة رحمه الله أن أصلي عليه فذهبت ليصلي عليه فإذا به في الوقت نفسه يصلى على خمس جنائز خمسة ودعناهم إلى المقبرة كل يوم تشيعون غاديا ورائحا إلى الله عز وجل قد قضى نحبه يعني مات انتقل إلى الله وانقضى أجله حتى تغيبوه في صدع من الأرض الصدع يعني تفتح شقف الأرض وتغيب هذا الميت وقد يكون من أعز الناس إليكم في بطن في بطن صدع غير ممهد ولا موسد في بطن شق لا في مهد وتراب رقيخ وطريق ولا موسد ما في وسادة ينام عليها يرتاح نحن ابن وسادة عيلي لا واطي والطيط عليها إلى أخير لا مات لا وسادة ولا شيء على التراب قد فارق الأحباب وباشر التراب وواجه الحساب مرتهن بعمله يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا بات ابن آدم تبعه ثلاثة أهله وعمله وماله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله أهله ورجعه ويتقاسموا ماله هذا ألو الربع هذا ألو النص هذا ألو الباقي وأيضا عمله هو الذي يبقى هذا الذي ينفعه فإن كان مطيعا لله سعد وإن كان عاصيا أو أخضح من العسيان كافرا وليذب الله تعالى مطيعا لغير الله مستحقا مستحلا طاعة غير الله شقي إلى الأبد مرتهن بعمله غنيا عما ترك كل شيء من الأموال لو ترك كرسي الحكم وترك القصور وترك المليارات والملايين ما استغنى عنها ما هو يتفيده ولا يشبع ولا تمنأ عين ابن آدم إلا من التراب يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى لهما ثالث وتاب الله على من تاب ولا تشبع عين ابن آدم إلا من التراب حطه في القبر في ذاك الوقت لا حاجة له لا بالذهب ولا بالفضة ولا بالأموال ولا بالدبابات ولا بالطيارات خلاص استغنى عنها ما عادت تفيده غني عما ترك فقير إلى ما قدم فقير إلى ما قدم قدم إلى الله فهو محتاج إلى رحمة الله فاتقوا الله عباد الله قبل انقضاء مواثيقه ونزول الموت بكم لا تسوفوا لا يغرنكم الشيطان لا يغرنكم بالله الغرور كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أيها الناس هذه هي الدنيا كما ذكرها عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فلما انتهى من خطبته أخذ بطرف إدائه فوضعه على وجهه وبكى وأبكى الناس حولها هذا خليفة المؤمنين هذا خليفة الخلفاء من قبله الذين كانوا خلفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم أما من ادعى الخلافة في العصر الحاضر فهو خليفة الشيطان خليفة الأمريكان لأنه لا يذكر الناس بالله حتى يرجعون إلى الله يذكر الناس بنفسه حتى يستعبدهم من لم يبايعه أو يسير في ركابه أو ينفذ بأراد من جهل وطغيان وغير الإسلام يقتله هذا إسلام هذا استسلام لشياطين الإنس والجن هذا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء بعد الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم جميعا يذكر الناس بالله ويبين لهم أنهم ذاهبون إلى الله حتى يطيعوا الله لا حتى يطيعونه في قتل المسلمين وترك المشركين انتبهوا يا عباد الله الموت قادم فإن لم يكن قتلا برصاصة أو موتا بمرض أو بسكتة قلبية أيما كان فهو موت تعددت الأسباب والموت واحد وهي نقلة إلى الله تبارك وتعالى وتختم سورة المؤمنون بعد ذلك سورة المؤمنون بالوعيد لمن يعبد مع الله إلها آخر فيقول سبحانه ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين قد يظن بعض الناس أن الذي يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له هذا الذي يعزم أما إذا كان فيه برهان لا يعزم لا يا أخي افهم اللغة العربية لا برهان له به جملة معترضة فالشرط من يدعو مع الله إلها آخر هذا فعل الشرط وين الجواب فإنما حسابه عند ربه سيعاقب عند الله أما قوله تعالى لا برهان له به هذه جملة معترضة أي لا يوجد إنسان يعبد غير الله له برهان وذليل على عبادة هذا الغير أبدا كل المخلوقات مخلوقات لله وعبيد لا تستحق العبادة والطاع والألوهية لا برهان لمن يعبد غير الله أبدا طيب لماذا جاب قوله تعالى لا برهان له به اعتراض لماذا اعترض بهذه الجملة ليشعرنا أن المؤمن عاقل وأن العقيدة تؤخذ بالعقل والبرهان والدليل لا تؤخذ بالعواطف إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم لمختدون مثل ما ينبهنا بعض الناس العادات والتقاليد ما في من العادات والتقاليد إذا كانت موافقة لما أنزل الله فهو خير فنحن نطيع الله في ذلك أما إذا كانت العادات والتقاليد شخف وخرافة وعبودية لغير الله بئست هذه العادات والتقاليد لأن العقل الحس صحيح أدرك أن الطاعة لله وليس لما تخلفه الأباء والأجداد وعلى هذا فالآية تبين مستند العقل إلى الدليل والبرهان وخاصة في أهم شيء في هذه الحياة الدنيا وهي عبادة الله تبارك وتعالى ولهذا نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كما روى الترمزي عندما قال لرجل ما تعبد قال أعبد الله وكذا وكذا من الآله عدد له الله والعزة والآخرين فعدد أصناما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيهم إذا أصابك ضر كشفه عنك إذا أصابتك مصيبة من الذي يكشف عنك هذه المصيبة العزة فلان أمة العربية واحدة الشعار هذا يكشف عنك الضر فقال الرجل الله عز وجل هو الذي يكشف الضر قال فأيهم إذا كانت لك حاجة فدعوته بها أعطاكها إذا كان لك حاجة تطلبها ممن من الله ولا من شعار فلان ولا من شعار الأمة الفلانية ولا من شعار الدولة الفلانية الكافرة الفاجرة ولا من الصناب من وين تطلب أن يعطيك ما تريد قال أهلا من الله أطلب قال الرسول عليه الصلاة والسلام فما يحملك أن تعبد مع هؤلاء غيره غير الله فما يحملك أن تعبد مع الله غيره يعني هؤلاء الأصناب والآلهة قال أردت أن أشكر بعبادته بعبادة غير الله أردت أن أشكره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تعلمون ولا يعلمون يعني هؤلاء الذين تشكر الله فيهم لا يعلمون شيء ولا يفقهون مر رجل كان هرب من الحكم الشيوعي عندما طغى على المسلمين منذ سنين طويلة هاجر إلى المدينة واستقر فيها فجاء إلى سوريا زيارة فمر بقوم في الكلاس كانوا يدعون ناصر 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 عاش ناصر فطس ناصر فقال لهم ما يقول هؤلاء ناصر ناصر قالوا جمال عبد الناصر قال جمال عبد الناصر ما أحسس فيهم ولا سئل عنهم لو أنهم دعوا الله 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 يراهم ويسمعهم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا نحظ يا إخواني كيف حرفنا أعداء الله في الحكم العسكري إلى عبادة غير الله وتقديس غير الله ولم ننتبه إلى أنفسنا فهل نعلم الله بديننا أن هناك مقدسات غير الله نقدسها ونركن إليها والله لا يعلمها فنحن نعلمه إياها هذا هو الشرك ولياذ بالله تعالى وختمت السورة بقوله تعالى وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا واغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا اللهم اغفر ذنوبنا وارحمنا وأنت خير الراحمين برحمتك الواسعة فإنك غني عن العالمين ونحن الفقراء إليك يا رب العالمين أنقذنا من هؤلاء التواغيت الذين بغوا علينا وساعدهم علينا كل من في الأرض من المجرمين الذين لا خلاق لهم ولا وجود للإنسانية في ضمائرهم من شرق أو غرب الحمد لله رب العالمين أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبدالله سلقين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر